موسيقى السلام عليكم مخاوتي معكم قدور دايما في جديد تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا من نساوي خاوتنا اللي في الغربة موضوع اليوم خاوتي حبيت نتكلم على واحد الانسان ماريذ نفسيا بالنسبة لي صفحة لشخص مصري المفروض انه يكون شخص مصري هذا الصفحة باسم زيزو السيد هذا الشخص المصري اللي وضع صورة البروفايل اللي عبين المنتخب الوطني بقميص المنتخب الفرنسي وكل اللاعبين يعني يجون اللاعبين المنتخب الوطني وهذا ما يبين انه حقد وكراهية داقينة لهذا الشخص هذا اللي يعني بدون يعني مبرر انه الصورة من المفروض يا اخي دير صور لاعبين تاعك تعال منتخب المصري وش دخلك في اللاعبين للمنتخب الوطني الجزائري لعبوا في الفئات الشبانية الفرنسا ولا المانيا ولا ايطاليا ولا اسبانيا هذا الشي ما يخصكش يعني هذا يخص الجزائريين وفقط هذا الشخص المريض بالنسبة لي مريض هذا اللي يعني مدير في البروفايل انت عقلته ونعود مدير لاعبين المنتخب الوطني و بقميص المنتخب الفرنسي اه وايضا في الصورة موضح يد فرنسا الام مع بنتها كأنها بنتها الجزائر يعني شوف الوقاحة والجبن هذا السيد هذا اللي مقدرش يبتلع على خسارة اومبرمان والبليدا وندير بعض اللاعبين مجموعة من لعب المنتخب الوطني كاسحاق بالفوذي اليسيم براهيمي غولام طيدر يبدا بن طالب سوفيان فيغولي كارل مجاني يعني لعبين المنتخب الوطني بقميص فرنسا نساء ايضا هذب هذب اللاعبين يعني هما في الفئات الشبانية وهم اوش ذنبهم ذنبهم انهم مولودين في فرنسا يعني جزائريين مهاجرين مولودين في فرنسا بطبيعة الحال راحين يمثلوا منتخب الفرنسي بحكم العديد من المعطيات راحين يمثلوا المنتخب الفرنسي لما يلحقون فترة يعني يلحقون مرحلة معينة ويكونوا اكابر عندهم الحقر الحرية باش يختاروا المنتخب لمثلوه يعني منتخب بلادهم واذما اللاعبين كلهم بجلهم اختاروا بلد الأم انتحن اختاروا جزائر اختاروا بلادهم الولاء والانتماء يبقى للأم البلد الأم جزائر هذه الحقيقة اللي يتغفل عليها هذا المصري وايضا الشيء للآخر انه هذم اللاعبين خاصة مثلا في ناحكم كامس كاسبي المثال صوفيان فيغولي لهجمات الصحافة الفرنسية لهذا صوفيان فيغولي لما خرج من فرنسا هاجم بشدة بشدة فرنسا وعنده اراءوا دايما ضد فرنسا ايضا هذا زيزو السيد يأتي بالقصصات والتعليقات بعض الجزائريين خاصة الله يغالب عليهم واهمتهم الصحافة الجزائرية باللي ما عندنا ما نديره بالمقتربين ويبدأ ينشر في السوموم انتاعوا وهذا من التعليقات اللي ضد اللاعبين المقتربين ويضايحن في الصفحة انتاعوا لكي تخدم الصفحة انتاعوا ها نعم أيضا ويديم كهما نقولوا أيضا بعض التعليقات اللي تتكلم على أن المدارس الفرنسية هاللي رفدتنا ريسالنا وعلى مدرسة ليونل وهافر وبعض المدارس ومرسيليا ويلسقها في الصفحة كأنها زعمة يعني باللي فرنسا هي كلش وما عندنا مجزير ما تملك ولا منتخب ما عندها ولا ما عنداش حاجة اسمه كورت قدم ما عنده ولا شيء هذما اللاعبين فرنسيه بالنسبة لي هو ايضا راح نحط لكم ايضا الشيء الاخر هذا اللي البروفايل يعني دارو في 11 افريل 11 افريل وهذا التاريخي مهم جدا 11 افريل احنا نتفكروا انه في ايام الحجر الصحية تلفزة العمومية جزائرية ومشكورة على كل حل بثت بعض المقابلات المنتخب الوطني من بينها مقابلة امدرمان ومقابلة البلداء ثلاثية للمنتخب الوطني هذا اللي الشي اللي ما تجرعوش هذا المصري وبقى غضبان وما تقبلش الخسارة لانده ما عندوش روح رياضية عندو روح انهيزامية ما تقبلش الخسارة وراح دارو بروفايل بعد المقابلتين اثنين وايضا المشكورة تفزع عمومي انه بثها فضائيا وليس قناة ارضية فقط ايضا القناة جديدة السادسة اللي تبث فضائيا ما قدرش يتقبل الخسارة هذي ودار المنشور هذا تاعه بعد المقابلتين كرد منه زعمة ربحتنا فرنسا ربحتناش الجزائر لا لا ربحتك الجزائر فاز تعليك بالنتيجة وبالاداء بالنتيجة وبالاداء مع منتخب مصري زعمة ما احترامنا المنتخب المصري اللي فاز العديد من الكؤوس الافريقية باش ما نشكوش في الكؤوس الافريقية وما نهدروش على التحكيم احنا ناس رياضيين ما نتكلموش في امور اللي ما عنداش علاقة بالرياضة اذا هذا الناكرى هذا بالنسبالية وما احترامي الاشقاء المصريين وخاوتي المصريين هذا الناكرى يمثل الا نفسو من ممثلش المصر وليمثل الشعب المصري وقلت يعاود ونعاوده نقول دائما يحمل صور لليعبين المنتخب الوطني دائما يرفقها بالعالم الفرنسي يعني باش تعرفوا الوقا حون وسط الوقا حا ونوسط ونعطيكم خوتي البروفايل في نعطيه لكم في رابط هذا للنكرة ونورره شكون الجزائريينanking ونورره شكون انحنا الجزائري باش يعرف قيمة الجزائريين حوطو لكم في رابط باش نعطيه للصين يال ونورره شكلهما الجزائريين بش نورره لا الوجه الحقيقي الجزائريين لان احنا الناس رياضيين ااحنا منهتموا لبس سياسة لا من ندخلوش امورنا بالامور الأخرى نتكلم وقل لك ونتقدمه ونتقبلوا الخسارة على كل حال نحن ناس رياضيين نتقبلوا الخسارة ونفرحوا بالهوز لكن هذا المصري ما تكلمناش على المنتخب المغربي من الاتحاد المغربي من أقل 17 سنة إلى غاية المنتخب الأول لكل المنتخبات المغربية اللاعبين مقتربين ما هاجمهاش ما تكلمش على المنتخب التونسي أيضا اللي راه في نهضة كبيرة من اللاعبين الشباب انتوحى لكلهم مقتربين في أقل من 17 سنة أو أقل من 17 سنة أو أقل من 20 سنة أيضا المنتخب المغربي كما قلت بتكلمش عليهم لأنها إنهم هووا يشتعلين وتعلينوا المقابلتين اللي بذاتهم التلفزيون العمومي راحوا سبولوا صدمة الصدمة ذي كبير يفرغ الغضب وانتعوا راح يهجم في المنتخب يهاجم في لاعبين المنتخب الوطني بأي طريقة نعم يهاجم فيهم بأي طريقة المهم يفشي الغليل انتعوا بالنسبة لي هو يفشي الغليل انتعوا أيضا رافق بعض الصحافة الفرنسية اللي هي معروفة بالعنصرية انتحها ومتقبلش أيضا فصائق فرنسا فوز المنتخب الوطني بكالسة أفريقيا واعترفت أنه زعمه في المقال انتحها باللي هذا المنتخب هو منتخب فرنسا وعنده 14 لاعب من بين 23 لاعب جزائري هذا يتبين أيضا هو يجيب الحاجة اللي يتخدم مصالح انتعوا ويديرها في البروفايل هذا مكان أيضا فرنسا احنا معنا عروفها احنا ما نردش على فرنسا لأن فرنسا معروفة بالعنصرية انتعها خاصة لأن هذ من اللاعبين كانت فرنسا بالنسبة لها يعني كضربة في الظهر يعني كيفاش هذ من اللاعبين ما يجوش المنتخب الفرنسي وعليش فرنسا ريح حاق داع للآن للآن حاق داع لرئيس الاتحاد السابق محمد روروة بسبب واضح لأنه بابناءها بالنسبة لها هي ابناءها هذ من اللاعبين داروا اظهرهم على فرنسا لكن هما ابناء جزار وروروة عرف كيفاش يستغلهم وعرف يقدم صفعة كبيرة لفرنسا هابش تعرفوا اذا هذا قلت لكم يعود يأخذ إلا الحويج لهذا البروفاين تاع هذا زازو السيد المصري يأخذ إلا الحويج اللي تناسبه وتناسب الكراهية تاعه للجزائر وكراهيته لللاعبين المقتربين لكن هذا زازو السيد إنساء أيضا باللي باللي أيضا مصر عندها لاعبين مقتربين أليكسندر ياكوبسن هذا لاعب مصري مولود في دانيمارك يحمل الجنسية الدانيماركية وأخذ عنده أصله مصر أصله مصري يعفون يعني لعب المنتقب المصري و ونعطيكم دائما نحن بالأدلة نعطيكم حتى الصورة نتعو نحن نتكلمه إلا بالأدلة هذه الصورة نتعو كما راكم تشوفوا خابتي أيضا عبدالله ياسين هذا عبدالله ياسين موليد هذا من أب المصري وأم جزائرية هذا رفض بش يتقمس ألوان المنتقب المصري وهذا حاثت وراه وجرات تلهت وراه الاتحاد المصري لكي يمثل ألوان المنتقب المصري لكنه رفض هذا اللاعب ونهى به المطاف إلى المقاولون العرب يلا في نادي مقاولون العرب ويحمل ألوان القميص المنتخب الفرنسي سابقا هذا مغترب أيضا لماذا لا تتكلم على هذا لأنك متقدرش تكلم على هذا حاجة لذرك ما تدرهاش أني قلت لك مغرب وتونس لديه لعبين مقتربين كثير مننا خاصة في أجشبانية لكن أنت ما تتكلمش عليهم تتكلم إلا على جزائر لأن جزائر كسرت لك الشوكة وبقات لك مرارة الخسارة مقدرش تقبلها هذا عبد الله ياسين أيضا يوجد أيضا لعب سام مورسي هذا مولود أيضا في إنجلترا مولود في إنجلترا في مدينة ويلفر هامتون في إنجلترا ومن أصل مصري لكن الجنسية إنجليزية ويلعب أيضا في المنتخب المصري ويحمل قميص المنتخب المصري وهو يلعب أيضا في نادي ويغان هاي سورانتاعو أيضا ما قلناش عليه زيزو هذا السيد أيضا لعب آدم العبد هذا أيضا مولود في إنجلترا في بريطن أيضا لعب أصله مصري لكن جنسيته إنجليزية يلعب في نادي بريطن كي ما راكم نشوفه وأيضا يلعب أيضا في المنتخب المصري أنعم مثل المنتخب المصري وهو تكوين من إنجلترا ولاعب إنجليزي يعني إذا صحها القول إذن يا زيزو السيد تمنيت لو تكلمت على لعبي المقتربين المصريين لكن أنت ما تكلمش ما تكلمش على المغرب ما تكلمش على تونس تكلمت على الجزير بسبب ماذا بسبب مقابلتين فقط أنتع أم درمان ومقابلة ثلاثية التاريخية المستحقة للمنتخب الوطني في ملعب شاكر بلعب البليدة لأن بروفايل أنتعك بروفايل جديد بروفايل أنتع غضب فقط مجرد غضب غضبت درت بروفايل يعني نشوفه نوصلت لواقاحة رابط للشخص هذا التافه راح ندلكم الرابط أنتعه والسينيال كالعادة أخواتين نوروله لنشكون الجزائريين باش يعرف ونزيد نذكره بللي هذ من اللاعبين جزائريين ويمثلوا جزائر ويحبوا الجزائر وأبقى أنتا أنباح للصباح فالأخير خلوتي ملاقاتنا مع مازل من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته